اشتركوا في القناة 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 أطلب زعاف بيجي اللي زعاف أنا ما عارف دي أفلام دراما ولهم كده حقيقة لكن أظن كده أظن هم حقيقة الطوارئ دي طوارئ طوارئ كمان طوارئ كبر حريق طوارئ شافع في بلكونا كديسة في شجرة حيات طوارئ عندنا مشكلة في أرغام الطوارئ أول حي ما بتخش أسي لو سألتك أنت دي كنت أجراء الطوارئ كم غير التلاتة زعاد يعني مع أننا أرغام كده نضربه كده سريعا زولي جي يعني المطافي كم الإزعاف دباع المدني كاليف شعران كده يعني عندنا مصايف بتحصلين في السودان ده ما نعرف نصرف يعني ما حافظن نحنا يا رغام طوارئ يا زول قول حافظنا تضرب ما برد والله ممكن تسمع النغمة هونا كده عفوا يعني بعد شوية كده إنت المرامية والثمانين انتظر لما انتصل دورك يردوا لك ما عندنا حاجة سريعة كده اتصلوا بالطوارئ والطوارئ جات ما عندنانا مصايف كبير انا قاعد تحفل السودان ما عرف ده من شنوه هل لأنه نحنا المواطنين ما عرفين أرغام طوارئ ولا هل لأنه أساسا ما في أرغام طوارئ ولا في أرغام طوارئ لكن ما بيوا سريع يعني زي بوليس الفيلم الهندي بيوا بعد ما البطل يموت في الفيلم الهندي يعني بيوا البوليس بيقول أين هي مهبتك وين الناس يعني احنا محتاجين تفعيل خدمة الطوارئ دي يعني على الهبشة زل ضربة الطوارئ ده فعنا في علم ممكون يعني جوزي محتاج لكم دي شغلتكم انت قاعد تحرس التلفون ده ما تشغل التلفون دي لأي حاجة تاني بس لأنك تنتظر مكالمة استغاثة من زول عايز مساعدة العربات تيوي سريع بعد أن احنا برضو وحنا حركة كده شاف جينا اللي زعافة من نشتغل بها يعني وي 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 كون وراك تكفي بعد يا كله بحالي جدام وي وي نطير يا نطير ليه ما جدام ما فيه بينا اللي زعافة ما قاعد نديها هيبتة والله إذا وإننا صغير اللي زعافة دي لونتجي بنجر نخاف يعني ما عندنا يعني اللي زعافة بها ما فيه ما عندنا هيبتة عربتة النجدة عربتة المطافة المطافة دي شوية بيخاف من نجر لأنه كبير الناس بالزح لكن العربات الطوار دي ما قاعد نديها حاجة في الشارع يعني إنه زحولها خلوها تمشي تعال مرورة جيف مشي مشي العربية دي وقف اللي زعاف ده من شديد يا أخوانا لأنه بكون شاعريا زولي يعني بحصل بمستشفى ده رنغز حياته غير كده العربات ده على الطوار الثانية يا أخوانا نحن لي مع أننا يعني الرغم كده نحفظ الأولاد من المدرسة العيال الصغار من المدرسة يكون حافظه الغالي ما يتخرج الجامعة أقول لك شفتها 55515 ده ده أنا من صغير حافظه ده لأنه لو حصط لي أي حاجة أنا بضرب بيونفي في الجديد إحنا دولة يعني دعودت إنه مصائبه وكوارثه حلوها أنا سأل منطقة براهون يعني حريقة يا حسين أبراهيم الحريقة فففف طفوة يعني غلاز على كده المزولين اتكلوا يعني هاي في ذو الوقع في البير أجيبوا الحبل أمرو والولد طلع فوق في راس البيت أجيبوا نزلوا هل أنه نحن بنحل مشاكلنا براهنا ولا ما متعوضين على الطوارد ولا شنو ولا حسن بها يعني ما بتجي ما في علاقة بينه بين ناس الطوارد بتاعت صدق ولا بتاعت إنك تثق فيهم كده يقول لك أضرب يا زول النار تقول لك أحمر نطفيها بلاناك ما عبي يجو أسي ليه دا عدمت السيغة دي بينه وبين الطوارد مش الطوارد الحريق بس ولا الإسعاب بس كل المصائب والكوارث كنت تحصل للإنسان في أي محل يعني ناس ناس راحوا مثلا يضربوا كم راحوا فين خلال الله ضع وفي شبكة ويش لكن يضرب كم عشان حصلوا بهليكوبتر ولا عشان يجيبوا له بنزين ولا عشان معه أطفال وكثير شوفنا وقارينا في الجرائد وفي الوسائط ناس بتموت سي كممكن يعني يتم إنغرث حياتهم بين المساعدة والتدخل السريع والله يخوان المحتاجين رغم يحفظ كل الشعب السوداني إنه يوسخ فيه يكون فيه علاقة بينك وبين الجهة الانتظار بلادي علاقة بتاع الصدق وتحس بأمام معهم وإنهم حينغزوني وهيحلوا ليه المشكلة دي محتاجين نعزز نعزز دي صريفة صح؟ محتاجين نعزز الثقة بيننا وبين المسعفين والجهات اللي بتقدم الخدمات الإسعافية وخدمات الطوارئ فتكم بعافية وقو عشرة علي روحكم إن شاء الله ما نحتاج لرغم طوارئ يلا ما أبي جزاته موسيقى 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 موسيقى